بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحييكم جميعاً بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شاب إيجي عند أبوه قال له يا أبا خطب لي فلانا فأول سؤال يا أبا أنت شفتها؟ لا والله ما شفتها أنت قعت معاها؟ لا والله ما قعت معاها أنت حكيت معاها؟ لا والله ما حكيت بس بموت فيها أنا مش قادر أعيش بدونها طب أنت لا شفتها ولا قعت معها ولا حكيت معها كيف صرت بتحبها ومش قادر تعيش بدونها؟ معناته في وهم بالموضوع بالشيك ما نقول في وهم بالموضوع أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام بالشيك؟ أه بحب النبي طب شفته؟ لا قعدت معاه؟ لا اسمعت كلامه؟ والله مرات فكيف ستحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تحب النبي؟ أنت اللي سمعته عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه افعل 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 لا تفعل لا تفعل لا تفعل هذا الفعل وعدم الفعل لا يولد المحبة اللي بولد المحبة المعرفة فإذا عرفت النبي أطعته إذا عرفت النبي راح تطيعه فكيف تطيع مجهولا؟ النبي اسم علم بس أنت دخلت بتفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام وشفت النبي أكله شربه لباسه وصفه شكل النبي هيئة النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتعرف أسماء المفردات للنبي عليه الصلاة والسلام اسم عبامته اسم سيفه اسم ناقته اسم بغلته بتعرف الحكة هذا كله؟ لا طب أنا بحبه كيف بتحبه؟ لما تعرف النبي عليه الصلاة والسلام تتولد عندك المحبة إذا أحببت النبي تولدت عندك الطاعة طب ليش بحكي لك الكلام هذا؟ لأن أنا بسمع ناسي كثير بيقول لك اتبعه علشان تحبه لا مش هيك أحبه علشان تتبعه يعني لما أسلم الطفيل ابن عمر الدوسي والطفيل ابن عمر الدوسي شيخ في عشيرته رجالي كبير وكلمته مطاعة واللي بديك يا بتصير ولبيه وتراك أمرك على الخشم كله موجود أسلم لكن هو لما أسلم بيعرفش إشي بعرفش معلومات لا ما زال يعني لسه معلومات بسيطة لكنه أحب النبي عليه الصلاة والسلام ولما شاف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا والله ما هذا بوجهه كاذب والله الصدق نبينه بوجهه وروح على جماعتهم وجمعهم قالهم من أنا فيكم قالوا ايه شيخنا وانت زعيمنا واللي بدك يا بصير واللي تامر فيه تراه تم يا طيب العمر قالهم طيب فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في الدين قالوا لبيه وكيف ندخل في الدين قال قولوا أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد صلاة فأسلم معه ثلاثين ألف محبة للنبي ولدت الطاعة مش أول ما إيجي عندي النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح البس ثوبا قصيرا ولحية طويلة واجعل لك مسواكا واجعل ما قال لهو شيك النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئته وكلامه ولينه ويسره ورائحته وبياض أسنانه وترجيل شعره ووضاءة وجهه ودماثة أخلاقه وحسن معشره وكرام ضيافته أحب النبي فقال له يا رسول الله أنا جاهز شو أعمل أنا جاهز مش بعد الاتباع تتولد للمحبة لا ولذلك إحنا اليوم لما أستغرب بيجب بيقول لك يجب أن تطبق سنة النبي لا ما هو إذا تولدت محبة النبي في قلب الإنسان بسره ويطاوع النبي عليه الصلاة والسلام إحنا اليوم بحاجة نعرف حياة النبي وقصة النبي وشكل النبي ووصف النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا بستغرب أنه مسلم وابن مسلمين وبيحب النبي وبيعرفش وصف النبي يعني لازم يكون في صورة ذهنية ببالك لازم يكون في صورة لما تغمضي عيونك أنا كأني أرى النبي عليه الصلاة والسلام لكن كيف بتيجي هاي لما أقرأ عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام وكيف هيئة النبي عليه الصلاة والسلام أنظر إلى وضاءة جبينه صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى عنق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مسكوب من فضة وأنظر إلى انحناء في حواجب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان نوني العينين عليه الصلاة والسلام أنظر إلى دقة في أنفه وإلى حمرة في شفاهه وإلى بياض في أسنانه إذا تبسم النبي فكأنما اللؤلؤ والمرجان في فمه الشريف وإذا عرق النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما يتصفد عنه الجمان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل من بعيد كان طوله يطاول الرجال ربعة بينهم كان يمشي هونا لحيته عليه الصلاة والسلام سوداء اللون فيها لمعة من نظافتها لازم أتخيل النبي عشان أحبه لكن يقول له بصير فيك زي هذا أخل جاي يخطب ولا حاكي معها ولا شايفها ومش عارف يعيش بدونه وميت فيها حب هذا هيك بدون ما تشوفها بعد ما تشوف مشي راح يصير فيك يا حزين لا لازم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت لما تعرف راح تحبه ولذلك المحبة لا تأتي بالفرض ولكن المحبة تأتي بالفرد لما أفرض عليك حم مش راح تحب لكن لما أفرد لك أوراق النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأ لك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ لك عن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأ لك في وصف شوف شوف كان حسن البصر رضي الله عنه كان أول درس يخذوه أجدادنا وصفه النبي أول درس أول درس أول ما يدخل المدرسة ما فيش بابوب وباية طب سايتينك وباية ما فيش زي هيك وعمي منصور النجام مش هيك القصة كانت كان أول درس يأخذه الطالب لما يدخل على المدرسة وصفه النبي يا سلام أول شغل يدرسها وصفه النبي عشان لما يعلق شكل النبي صار قدامي أنا بطل في ذاكرة وفي ذهني قال أنا أتبعه يظل يوصف بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل بالوصف إلى نعله الشريف والعلماء قالوا لنا لما منذكر نعل النبي بتحط إيدك على رأسك من زيادة المحبة بتحط إيدك على رأسك فيبدأ بوصف النبي صلى الله عليه وسلم من عندي عمامته واسمه السحابة ويبدأ في وصف سيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصف نعل النبي عليه الصلاة والسلام عشان صورة كاملة شو يقول سيدنا الإمام حسن البصري عن وصف النعل ونعلن بها نعلو بدي أحكي لكم عن النعل اللي شوف له هالدرج بحب صباته بحب حفايته بحب رجله عليه الصلاة والسلام لما أحب النبي عليه الصلاة والسلام الآن ببدأ أتبعه فلما باجي بقول أقص الأظافر سنة لما بكون محب بقول آه كمان إيش في كمان سنة أعطيني كمان سنة شو كان يعمل النبي كيف كان يوكل كيف كان يقعد كيف كان يشرب كيف كان يحكي من المحبة بصير أقلد في المحبة مش بفرض عليك السنة لما أجل لك يجب عليك أن تعملك مش هيك يا حبيب الشغل إذا أحببت النبي بحثت عن سنته وإذا طبقت سنته زادت محبته لأنك تلمس أثر السنة في حياتك فبزيد المحبة زي أنا حبيت طبيب وروحت اتعالجت عنده لما أعطاني العلاج الصح وتحسنت صحتي صارت المحبة زائدة لكن قبل ما أروح لعنده لازي يكون فيه ثقة لازي يكون ثقة منين جاية إما من معرفته أو محبته أو شهاداته فأنت شو بتعرف النبي شو بتعرف من صفات النبي عشان تحب النبي عليه الصلاة والسلام معرفة النبي تولد المحبة والمحبة بتولد الاتباع والمحبة بتولد الدفاع والمحبة هي التي تولد شمسا مضيئة في قلبك إذا أذن الله لها أن تسطع فما عادت شموس الدنيا تعنيك ولذلك لما يكون قاعدين إحنا وشغلين كشافات ولمبات ومش عارف مين أول ما تطلع الشمس كله بطفي السبب الشمس طلعت إذا أذن الله لشمس محمد أن تشرق في قلبك ما عادت شموع الدنيا تضوء لك دربا ولا طريقا فمحبتك للنبي وسيلة اتباعه واتباع النبي يزيدك محبة وزيادة المحبة قرب من الله ومن رسوله أسأل الله أن يرزقنا حب النبي واتباعه إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة